السلام عليكم وسماءة الوالد يقول السائل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن أثناء السجود فهل يجوزني أن أدعو الله تعالى في السجود بدعاء الأنبياء الموجود في القرآن الكريم إذا كنت تقصد الدعاء ولا تقصد التلاوة إذا كنت لا تقصد التلاوة وإنما تقصد الدعاء ولا تقصد الدعاء